وفي يمين العرض تسقط اوراق التوت عن اهداف التحالف في اليمن وتبرز الاخطاء بشكل متلاحق ما يكشف عن اجندات خفية تتناقض مع ما هو معلن الحرب على الارهاب وتنظيم القاعدة كان هذا احد الاهداف العريضة التي اعلنتها الامارات وحصلت بموجبها على دعم اللوجستي امريكي للعمل تحت هذا العنوان في اليمن في منتصف 2016 اعلنت القوات الاماراتية تمكنها من تحرير مدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت من قبضة القاعدة دون اطلاق رصاصة واحدة وبدون اي مواجهات تحرير مدينة المكلة من قبضة التنظيم القاعدة يعتبر نصرا استراتيجيا ليس لاهل اليمن والخليج فحسب وانما للعالم الحر اجمع توالت بعدها اعلانات الامارات عن هزائما تعرض لها تنظيم القاعدة من قبل القوات الاماراتية في ابيان وشبوة ولحج وحضرموت دون ان تحدث معارك اصلا وهو ما اثار وقتها الكثير من الاسئلة حول حقيقة تلك الانتصارات المزعومة جاءت الاجابات على تلك الاسئلة على هيئة تحقيق صحفي نشرت وكالة الاسوشيت بيريس الامريكية اماطا لثامة عن صفقات عقدتها الامارات والسعودية مع مقاتل تنظيم القاعدة في تلك المناطر حصلوا بمجبها على مبالغ مالية طائلة والسماح لهم بالالتحاق بالميليشيات التابعة للتحالف العربي التحقيق المطول كشف عن معرفة الجانب الامريكي لتلك الصفقات ودعمه لها وهو ما يسقط كل المزاعم الاماراتية والامريكية عن مصداقية الحرب ضد تنظيم القاعدة لم يقتصر الامر على عقد صفقات ودفع مبالغ مالية لمقاتل القاعدة بل سهلت عمليات مغادرتهم للمناطق التي اعلنت السيطرة عليها مصحوبين باسلحتهم المتوسطة والخفيفة ووصل الامر لتجنيد اكثر من 250 منهم ضمن قوام النخبة الشبوانية بحسب الوكالة القاعدة في اليمن كانت لعبة طالما مارسها النظام السابق واستخدمها لابتزاز الغرب وخصومه ويبدو ان ابو ظبي اكتشفت تلك الاداة التي بامكانها تحقيق مكاسب سياسية في المنطقة والعالم بتوظيفها لصالحها وتقديمها كقوة صاعدة في حرب الارهاب المزعوم على مدى الاعوام الثلاثة المنصرمة من تحرير مدينة عدن لم تتوقف الاغتيالات والتصفيات لكل مناهض الامارات من سياسيين وعسكريين وحتى ناشطين مدنيين تبنى عددا كبيرا من تلك العمليات تنظيم القاعدة ولم تقم الاجهزة الامنية المدعومة من الامارات بتقديم متهم واحد على الاقل او تلقي القبضة على احد مرتكبي تلك الجرائم من السجون السرية الى رعاية الميليشيات المنفلتة الى عقد صفقات مع القاعدة حالة تكشف عن المشروع الذي يحمله التحالف لليمن وهو ما يجعله شريكا لميليشيا الحوث وايران في احالة اليمن لمنطقة صراع مفتوحة على الموت